الجزئية مهمة قوي قوي ماشي انا عايز اتكلم عليها وانا في الحقيقة فاشد الاستغراب والدهشة عندي استغراب ودهشة بشكل كبير جدا انبارح فجأت حد بعتلي بالليل متأخر يعني فيديو كابتن سيف زاهر مستضيف الكابتن خالد غندور والكابتن سيف زاهر انا مستغربه بصراحة كامل الاحترام لشخصه يعني الناس كلها بتشكرلي في الراجل راجل محترم جدا على عيني وعلى راسي مفيش اي مشكلة لك يا بتكلم في حاجات غير منطقية تبدو غير منطقية بالنسبة لي يعني مستضيف الكابتن خالد غندور وبياخد رأي كابتن سيف زاهر بياخد رأي الكابتن خالد غندور اكتر واحد بيكره النادي الاهلي في الدنيا حد مختلف على كده لا بنقول كلامه خلاص لا دور راجل بنفسه في برامجه في قناة الزمالك على طول بيجيب سيرة الاهلي الراجل على السوشيال ميديا على ما باسمع يعني ما بشوفش بصراحة على طول بيجيب سيرة النادي الاهلي بشكل سلبي فهو كابتن سيف زاهر بياخد رأي الكابتن خالد الغندور اللي طبيعي حيكون رأيه سلبي في اتجاه النادي الاهلي هل ده منطقي يا جماعة؟ هل انا كمشاهد وانا قاعد بتفرج كده حقتنع بكلام كابتن خالد الغندور وهو بيتكلم مع الكابتن سيف زاهر على الاهلي وبيخلق ازمات وسلبيات للنادي الاهلي هل ده كلام حيكون منطقي؟ هل ده كلام حيقنعني كمشاهد؟ طبعا لا فلا مستغرب هو كابتن سيف زاهر بيعمل كده ليه؟ مش عارف انا مستغرب جدا بصراحة فانا نفسي اشوف اجاب يا سيدي استضيف اللي انت عايزه حد يكون حيادي هيتكلم بموضعية بشكل اقدر اتفهمه لكن ده امر غريب ويكمل معلومات اللي بيقولها كابتن خالد الغندور على النادي الاهلي ما عرفش هو بيجيبها منين في الحقيقة انا مش عارف حتى اكبر دليل على كده ان معلوماته غلط ان حتى المعلومات اللي بيقولها على الناديه اللي هو شغال في كناته يعني لو قالت 900 معلومة بيطلع منها معلومة صح فطبيعي هتلاقي معلومات كتير جدا بيقولها عن النادي الاهلي غلط لانه عنده هدف هدفه ايه انه هو يحاول يهد استكرار النادي الاهلي النادي الأهلي عنده مجلس إدارة عنده لجنة تقطيط للقرى عنده مشرف عام على القرى السيستم ماشي بشكل معروف جدا جدا والكل بيشتغل على إزاي يحقق أهداف تنجح النادي الأهلي ده فيما يتعلق بمنظومة النادي الأهلي لكن انت هتحاول تخلق لي أزامات تقول لي موسيماني ومش موسيماني وطريقة التعاقد مع اللعبية وتبقى الزاوي مش إزاي أنا عندي رد على الجزئية دي مهمة الجزئية مهمة جدا 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 الرد إيه أنا بقول له حضراتكم يا جماعة وده كلام أنا مؤكد لأننا بقى لما بنقول حاجة هنا ما بقولش كلامه خلاص رقم واحد الأهلي الأمور بتمشي إزاي في لجنة تخطيط في مشرف عام على القرى الأول وفيه كمان مين فيه مدير فاني بتفق مع المدير الفاني ونشوف الرغبات واحتاجات وإيه وفي نفس الوقت أنا بشوف أنا مقتنع بالإحتاجات والرغبات دي ولا لأ تبقى لإيه لخطة المستقبلية الأهلي يا جماعة ما بيتعاقدش مع أي لعيب عشان خاطر مدير فاني آه بيحترم وجهة نظر المدير الفاني مدير الفاني آه بيحترم وجهة نظر وشايف العيب ده كويس أوكي بس أنا أنا كمان براجع بشوف المدير الفاني ده اختياراته حتنفعني مستقبليا حتى المدير في ده مش ولا لأ مش بتعاقد كده وخلاص الأهلي يدير ولا يدار دي جزئية مهمة جدا 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 أنا مضطر أطلع على فاصل بعد الفاصل لسه عندي تعليق برضو على جزئية أخرى